موسيقى أول شيء يمكن زي ما تعلم في السوق يحكموا ظروف مختلفة ليست بالغالب مربوطة فقط بأداة الشركة تحكم أحيانا ظروف اقتصادية وظروف اقتصادية بشكل أكبر تشمل الدول تشمل اقتصاد بشكل عام بس بالنسبة لنا في الجام ومن خلال هندية نفقة اللياقة أعتقد أن نتائج هذه جت تراكمية بعد ما شافوا المستثمرين خلال خمس سنوات من إدراج الشركة قدرة الشركة على وفاة بوعودها اللي وعدتها من الإدراج حتى تاريخ اليوم أيضا النتائج الجيدة اللي حققتها الشركة اللي ختمت فيها الشركة السنة الخامسة بعد الإدراج في عام 2022 فهذا توقع اللي يأثر بشكل أكبر على الأداء وبشكل عام حنا صراحة ما نراقب أيش اللي يحرك أكثر سعر السهم حنا نحاول دائما نخلي الشركة تأدي أفضل أداء ممكن في أعمالها التنفيذية وأكيد السوق بعد كذا يصير فيها لها التقييم من خلال الظروف المختلفة لجزء من هذا الشركة بشكل أكيد لا تنسى سنة اللي راحت كانت أعلى سنة بتاريخ الشركة سواء في الإرادات أو في الأرباح أو في أعداد المشتركين وجاءت بعد تقريباً خمس سنوات من إدراج الشركة هذه أعطيتها أعتقد المصداقية والثقة أما المشاريع الجديدة والتوسعات قد ما زال إلى الآن يعني لم يلمس أثارها بحكم ما زالت تحت التفكير أو تحت الإنشاء أو تحت التجربة لكننا متفائلين إن شاء الله بتكون لها دور في الفترة الجاية طبعاً نحن نحن نصير مرة واضحين في توسعنا كشركة مساهمة وعلينا مسؤوليات إننا نوعي مساهميننا بالذات بخطتنا التوسعية خطتنا التوسعية مبنية على دراسة يعني قمنا فيها بشكل مفصل أخذت مننا فترة طويلة ودرسنا فيها جميع الجوانب الديموغرافية في كل المناطق اللي بنتوسع فيها وبناء على هذه الدراسة طلع معنا كم عدد هندية الرفاهية زي ما تفضلت هندية فتنستايم بلس اللي بنفتحها أو فتنستايم الأحمر أو الاكسبريس أو حتى اللي تونع لنا في الربع الثاني الكونسبت ستوديو كل هذه مبنية على خطة عرفنا فيها الدماند عرفنا فيها الاحتياج بعد كذا بنينا صرنا الآن نلاقي هالاحتياج بالعروض اللي بنسويها في الأندية اللي تفتح في كل منطقة درسناها طبعاً هذا بياخذ وقت الأولوية بتكون العرض المناسب فإذا لقينا عرض مناسب في المنطقة المستهدفة في الاكسبريس سيكون اكسبريس هندية منخفضة التكلفة وإذا كان العرض المناسب اللي لقيناه بشكل أبكى في منطقة أخرى هندية البيك بوكس أو هندية وقت اللياقة التقليدية أو البلس ستكون هناك لكن المهم بالنسبة لنا لازم نحقق هدفنا في تحقيق تطلعات كل الطلب اللي درسناها أو الدماند اللي موجود في هالمناطق يمكنني أخذ سنتين أو ثلاث سنين لحد ما نستكمنه بإذن الله تعالى السرعة بتكون على حسب توفر الخيار المناسب أو شيء زي ما تعرفك أننا على موضوع الحصة السوقية ما عندنا دراسات توضح بالضبط أيش الحصة السوقية فحنا نعتمد على دراساتنا الداخلية وفريق الأبحاث داخل الشركة هو أدوات الرقمية اللي حنا نحصل عليها والتي توضحتنا أن الحمد لله في نمو حصة الشركة وأكيد توجهنا أن نحقق نمو ليس فقط في الإجمال حصة الشركة لكن أيضا أنه يكون لنا نجاح في تحقيق تطلعات العمل في كل فئات السوق، فئات منخفضة التكلفة أو فئات الانديا الراقية أو في فئات الانديا المتخصصة اللي هي الكونسوبت ستوديو زي ما سوينا مع ثري دايز قريبا في بوكستولف إن شاء الله فتوقعنا أنه تزيد وبتزيد بشكل متخصص زي ما صار معنا في توجهنا في الانديا النسائية والنجاح اللي صار الله الحمد في نمونا خلال الفترة الماضية موسيقى طبعا زي ما قلت لك عندنا توجه أن يكون ضمن منظومة لجام جميع المرافق الرياضية اللي تتحقق للمستهلك أو للعضو تطلعات الرياضية إذا كان الاستحواذ سيحقق لنا نتيجة أسرع بتكلفة أقل بنتوجه لو إذا لا فأكيد عندنا خططنا لحنا نبني العلامات من بدايتها بشكل عام حنا دايما نبحث عن الخيار الأفضل كان الخيار الأفضل بناء الاسم زي ما سوينا في الاكسبرس من خلال الشركة داخلياً أو إذا كان أحياناً كل الخيار الأفضل هو الاستحواذ زي ما صار معنا في شركة التأثير الرياضي فحنا منفتحيين أن نبحث دايماً عن الخيار الأفضل للشركة في كل نشاط حنا نعمل فيه والله أتوقع العام الجاري قارب على الانتهاء مجلس إداراتنا دائماً يدرس وش الأفضل مصلحة الشركة ومصلحة مساهمينها بس ما بعد استلمنا منهم أي توجيهات تخص الشهرين وثلاث شهور متبقي من السنة بخصوص التجزة وأكيد أنها ملتزمية بنسبة حوكمة وشفافية عالية فإذا صار أي اجتماع للمجلس وقرروا في أي قرار بيعلم في حينه بذن الله